السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام اذا نرجعنا لكم بفيديو جديد رح ننطلق بإذن الله تعالى في دروس الفصل الثاني بنسبة لنص التاريخي كل شي رانا شارناه في القناة كل الحاجات خاصة نص تاريخي رح موجودة في القناة رح نعدكم ان شاء الله نرجع له بإذن الله تعالى قبل الباكالوريا نعودوا نرجعوا نديروا مراجعة شاملة ونحلوا الباكالوريات لانو هذك الوقت اللي كيقرب الباكال ثم وين تحتاجوا للمراجعة الشاملة نبدأوا مع له تكست اه اه اغجومنتاتيف لي هو مقرع لكم فصل الثاني بنسبة التلاميذ متمدرسين وبالنسبة الاحرار رحو حتى هو واحدة مقررة في البرنامج دراسي كي ما قلت لكم بكري عندكم ثلاث وحدات هذي الوحدة الثانية لي هو اللي ديبا دي للي هو الجدل تعل الافكار مدان عندي ان ديبا دونك عندي ان تكست قنبتي باندي لنتي لتكست اه اغجومنتاتيف لي هو النص الحيجاجي بنسبة المتمدرسين en première année en deuxième année قرأتوا le text argumentatif ولكن اللي تكون فيه وجهة نظر واحدة يعني une seule thèse donc هنا 3e année في الباكالوريا مقرع لكم le text argumentatif اللي يكون عبارة على un debat يعني نص جدلي حيجاجي جدلي والجدل كما تعرفوا لازم يكون ما بين فكرتين يعني يكون عندي وجهتي نظر متعكستي هذا هو اللي مقرع لكم سنا دنكو شوى لتكس argumentatif دنكو نرح نعطيكم موراجع عش مولخص على الوحدة الثانية كل نيقات اللي كنو فيها دنكو شوى لتكس 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 دفع لفكرة موعيانا ولن كنو ضدها نكسبرم ننفي سور نسيجي يعني تكون هنا عندي او وليميك وليميك ستا دير ان ديبا يعني جدل ان جستفين par ديز ارغمان ويستخي par ديز اجزمبل يعني باش ندافع لال ويكون عندي الجدل هذا بيانسير في الجدل راح يكون عندي حجج مبررات التاعين نقدم حجج كل حجج هذه تكون موضحة يعني نص الحجاجي هذا نعبر فكرة ندفع لها نرفضها نقدم حجج نوضحها بالأمثلة والأمثلة هذا يكون نقناعه ونؤثر على القارئ النص الحجاجي نقرأ لكم كما قلت لكم يكون جدلي تكون فيه فكرتين مختلفتين ولا متعاكستين هنا المفاهيم الضرورية هذه الكلمات يجب أن تكونوا تعرفوا المعنى التاحهم لأنكم ستساعدكم تفهموا النص وفي نفس الوقت تستعملوهم في كونت رندي كي تدير كونت رندي تستعملهم هنا عندي الجدل هنا نعطيك الكلمات نعطيك المفردات التاحة ان ديبار نقدرون قولو كنترورس نقدرون قولو بوليميك نقدرون قولو ان نشانج لتام سي لسيجي أبوغدي دون لتاكست هو الموضوع تا النص داي ولالدي جنرال دو تاكست لابخوبليماتيك دونك مدم عندي جدل راح نطرح إشكالية من خلال إشكالية هاذي ينتج عندي الجدل لي نجاوب فيها للإشكالية تخيب يا لابخوبليماتيك هي الإشكالية وبيا نگولو لها لبخوبليم بوزي دونك لاتز لي هيا وجهت نظر قدر نگولو تز 1 ولو وجهت نظر ثاني نگولو لها تز 2 ولنگولو هذي تز ولو وجهت نظر المعاكيس نگولو لها anti-تز تخيب يا دونك لاتز هي لعبي وبيا لعبي وبيا لعبي لعبي لها وجهت نظر وليا رأي ومشي كي نقولو تز باللي بالضرورة تكون هي البوغ قدر تكون لا تز تكون هي يبدأ الكاتب بتاعي يبدأ بلو كنتخ تخابيا لاتخونزيسيون هذي تخونزيسيون وش معناتها هي كلمة نستعملها باش ننتاقل من وجهة النظر الأولى إلى وجهة النظر المعاكيسة هذي هي المعناة على تخونزيسيون تخابيا دونك أنا عندي جدل الجدل التاعي أول حاجة في النص نلقاها نلقا الموضوع تعال النص من بعد وش نلقا نلقا الإشكالية الإشكالية هذي اللي تخلي النص تعي يكون فيه جدال يطرح للإشكالية هذي كعادة ما تكون سؤال يعني تنتهي بعلامة استفهام وقادر تكون بطريقة غير مباشرة ونشوفوها في الشرح من بعد جيني وجهة نبدأ نلقا وجهة النظر الأولى في النص وجهة النظر يكون عندها الحجج تاحها أكيد والحجج قادر تكون متبوعة بأمثلة ونبعد نلقا التخونزيسيون اللي هي النقطة اللي ننتقل فيها من وجهة النظر الأولى لوجهة النظر الثانية دونك هنا ديما نستعمل أداة نلقا الكاتب بستعمل أداة تعال ضد تعالوا position كيما مي كيما pourtant سيكلا بش ينتقل لوجهة النظر الأخرى هنا عندي لانتي تاز اللي هو الو point de vue التخار اللي هو الرأي المعاكس ولا وجهة النظر الثانية دونك هذي نقدر نسميها تاز 1 هذي نسميها تاز 2 ولا نسميها تاز هذي نسميها أنتي تاز كيف كيف تسميت هذو صحاح عندي argumant argumant les argumant هما الحوجج ولا البراهين اللي يكونوا في النص نستعملهم للإقناع سي لبخوف دوني pour justifier le point de vue و بيا pour convaincre للإلكتر les exemple هما الأمثلة علاش هذي 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 convaincre هو الإقناع كالل لبخوف convaincre ستا يقناع ان دون دز argumant logيك هنا كي يقول convaincre راني نقدم الحوجج ترتاكز على المنطق نقول لك persuاد حتى هو إقناع ولكن هنا الحوجج داعي تكون ترتاكز على لس سنتيم على المشاعر هذي 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 نقنع و نقنع ولكن الحوجج ترتاكز على المنطق يقنع ولكن الحوجج ترتاكز على سنتيم نقنع بطريقة على المشاعر ترتاكز نقنع بطريقة نبدأ ونحل النصص هنا عندي ثاني conceder لازم نعرف وشمين ترتاكز نقنع المشاعر في النص الحجج تلميذ المتدرس ونبدأ تقرأ سيكونس 1 سيكونس 2 تلقاهم في العنوان تعلق الوحدة بعد رفض جزئ يعني اني نقبل جزء من الفكرة تاعك ونبدأ نعارض في الباقي مثلا نقول كوي عندك الحق في هذا النقطة ولكن بعد نعارض في الجزء الباقي ونعطي الحجج تاعي هذا يعني رفض جزئ يعني ماعناتها جاء من كونس دي سي ادمتخ دانز ام برمير تان لاز ارغمان دو الادversaire في او ارغمان هنا سيت ارغمان تاتيج يقول لها la concession كين قول لك عندك الحق عندك الحق في هذا النقطة ولكن كذا وكذا هذي اوش معناتها la concession اني قبلت جزء من وجهة النظر تاعيك ونبد رفض الباقي وعطيت كل حجي جو علش رفض هذي بش معناتها la concession عندك refute هو رفض كل هنا سي l'opposition total هنا سي س opposer totalement la refute هنا اوش راح نصادف النص الحيجاجي نصادف conceder ونصادف refute نصادف la concession ونصادف la refutation la concession كي ما شرحت هلكم la refutation اني نرفض نهائيا يعني رفض كل سي س opposer totalement اوش رفض رفض س تاز ان avançant دس arguments contraires يعني هنا نرفض نقول لك لا نهاي ين ونباد نعطي كل حجي نتعي علش راني رفض تخي بيان هنا رفض نسميوه لريكيزيط راكم قرأتو الموتام درسي قرأتو لريكيزيط لريكيزيط س لريكيزيط 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 يعني رفض كل لوجهة النظر معاكسة وتقديم حج ضدها تخي بيان هذي بش منتها ريفوتي احت هيا ستي استراتيجي argumentative يقولولها لريكيزيط هنا عندي استراتيجي اللولة يقولولها للكونسيشيط يستعملها الكاتب وهنا استراتيجي الثانية رحو عند المفهوم تالا بخيز دي بوزيشيط دي لطر اللي هو موقف الكاتب في النص عادة نلقاه في آخر نلقاه في آخر النص في الخاتمة نلقاه موقف تال الكاتب ولا نلقاه كيستعمل للكونسيشيط ولا نلقاه الكاتب كيستعمل لريفوتي يعني العطر يمد وجهت نظر بدي يقول لك هي يمكن الهاية ستنى 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 ولك لك نلقاه لك 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 نحن نرى كيف تكون البنيات عن نص الحجاجي نقرأ لكم نص الحجاجي نقرأ لكم نقرأ لكم هذه الإشكالية عادة ما تكون على شكل سؤال قادر تكون بطريقة مباشرة قادر تكون بطريقة غير مباشرة يعني ما تكونش واضحة ولكن من المفهم انت هذيك الجملة نفهم باللي راح ترحلي الإشكالية نقرأ لكم نقرأ لكم العرض نص الحجاجي نقرأ لكم وجهة النظر الأولى والأطروحة نقرأ معها الحجج والحجج تكون مدعمة بأمثلة ثم نقرأ لكم الترانزيسيون هي واحد الجملة اللي يكون فيها الوغا بوزيسيون باش ينتقل لي الكاتب من وجهة النظر الأولى إلى وجهة النظر الثانية هذه هي الترانزيسيون نقرأ لكم اللي هي ولا نقدر نسميها انتتاز اللي هي وجهة النظر المعاكسة معها ومعها 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 النقاط المقررة كما القواعد سوف نقرأ لكم فيديو وحدهم هذا الفيديو خاص ملخص شامل بعد نقاط القواعد يجب أن نطرق كل نقطة وحدها باش ندلكم عليهم الدمارين ما تلغيش الفكرة الثانية لأنه هنا راح نشوفوا الفرق ما بين لوبوزيسيون والا كونسسيون وما يتشابهوا وما يحتاجوا الشرح يعني في فيديو وحدهم هنا نلقاو الكاتب يستعمل ما ومعها ومعها كونسسيون نلقاو الكاتب كي ما قوت لكم قبيل شرح لكم وشي واقانسيدي وشي على كونسسيون قوتكم ستنو استخاتيجي أرغمونتاتيب هنا الكاتب يكون عنده قوبول جوزي ومباد يقولك لا لا يقولك هي نعم عندك الحق وي إلي إلي إفري إلي إفيدان إلي إلي إفري ك صح هذي النقطة صح ولكن مباد يعدك هذي يوش منتها الكونسسيون تكون عندها صيغة مختلفة على الألوبوزيسيون الألوبوزيسيون اللقاو فيها غير هذي الزيز أغتوكيلاتور بس في الألوبوزيسيون ديما نلقاوها تجي كي ما هك يقولك إلي إلي إفري ك مي إلي إفيدان سبندان كي ما هك يعني عندك الحق ولكن هذي يالا كونسيسيون الفرق بينها و بين الألوبوزيسيون عندكم لا كوز إلا كونسيقنسيون هذي قرأتوها درتهلكم فيديو معا لتكسط استوريك ولا لتكسط ديستوار و تكون ثاني في لتكسط أغتوه أغتوه لإنها ستون حتى هي ستخاتيجي أغتوه يقولو لها كوز أغتوه يعني ستون فاسون أغتوه 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 اللي هي الإضافة يعني يبغي يضيف لك فكرة فكرة و يضيفك كيما كيما و يستعملك باركزامل إيه سي لادسيون بدنشوفو شوما لزارتكولاتور اللي عبرونا على الادسيون أدنا لبخوصيدي إكسبليكاتيف يهما أدوات شرح والتوضيح هذو حتى هما قادرين يطيحو في لتكسط ديستوار ولكن أنا خليتهم بالعاني في لتكسط هذا لأنهم قررين ثاني معاه بارسكو لينوميغاشن لديفينيشن هذي الإلوستخشن كيما قلت لكم باركزامل كي أعطك أن أغيما يمدلك معاه لاز إكزامبل هاي سي الإلوستخشن دونك خليتهم مع النص هذا لأنهم واضحين بزاف في لديبا وراهم قادرين يجيبك ثاني مع لتكسط ديستوار المهم ديلك عليه لها فيديو عدنا لها سبجيكتيفتي درناها قبل في لفيديو تعالى سبجيكتيفتي الوبجيكتيفتي الذاتية والموضوعية هنا في لديبا لتكسط أغيمنتاتي في لوتور إلي توجوه سبجيكتيف راح ديما حاضر في النص راح ديما ذاتي ودرت لكم في لفيديو علامات الذاتية راح يكين درس مفصل عندي الانتروغاسيون غيطوريك هنا نلقى جوم الاستفهامية ولكن ما يطلبش ماشي يقصد أنه يستنى منك إجابة ولكن سبجيكتيفة ولكن سبجيكتيفة يقول لها الانتروغاسيون غيطوريك ستادي غيط راح بارك سوال هاكك وم بعد هو اللي جاوب عليه الكاتب بعد اللي جاوب عليه لإكسكلماتيون نلقى جوم الثاني تعجوبية فأي دو كامل راح من علامات حاضر الكاتب نلقى ثاني لكانديشنال راح نقراون ديكم فيديو علا لفالر دي كانديشنال هنا سبجيكتيفة موضوعية مرشي انتهي كانديشن ستادي يقولولو لكانديشنال لجاوب ثاني لذيكو منكاتيو لذيكو منه لذيكو منكاتيو دو تكست أرغومنتاتيف نروح ونشوفوا بعض المفردات اللي عندها علاقة بالتكست أرغومنتاتيف لازم تحفظوهم هذو تشفو عليهم ديبا هنا عندنا قدرتكم مننا لبور مننا لبور مننا معا ومننا ضد يعني هذو المفردات عندهم علاقة ببور وكين نلقي هذ المفردات يعني نعرف بلي راهو يهضر لي راهو في الجزء تا كنتر بور يعني c'est l'accord كنتر c'est le désaccord هذو يعونوني بش نعرف وراهي بور في النص وراهي كنتر في النص عندي هنا أفانتاج أكور, أليانس, أليان هنا يعني مزايا إيجابيات, الموافقة أتسدار لزنconvénients, ديزاكور كنترادكسون, لopposition هنا التاذاد, الرفض, عدم الموافقة رحو عندنا الأشخاص كي كونو مؤيدين نقولو للي Partizan soutien لزادبت لزدفنسور هنا كامرا مؤيدون مدفعون على هذيك الفكرة هنا لليدتحاكتر 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 هنا رهم معاردين لليدتحاكتر لليدتحاكتر نروحو هنا الأفعال والعبارات اللي دولو لليه لأبور هنا الأفعال والعبارات لليدلو لأكتر كين كونفل صحاب نقولو صحيح 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة